النهار منصتكم الإشهارية اختار منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا هي الأجواء التي تسبق مباراة الخذر أمام السيراليون ساعة قبل اللقاء مفاة صبع خير، ابتسام لك ولمشاهدين متتابعين قناة النهار في هذا النقل المباشر ويوم الحاسم بالنسبة للمنتخب الوطني هو موعد أول مباراة ورحلة الدفاع عن اللقب العزيز التاج القاريب الفعل نحن الآن أمام فندق إقامة المنتخب الوطني فندق أونومو الذي يبعد بحوالي 30 دقيقة عن ملعب جابوما الملعب الذي سيحتضن المواجهة أجواء انطلقت مبكرا مع بعض الأنصار هنا الذين قادموا بدورهم إلى الفندق أكيد أما فيما يخص حالة الطقس ابتسام وعلى غير الأيام السابقة سبحان الله صدفتنا لحال الجو الآن لطيف ولطيف جدا رياح خفيف ولطيف جدا نتمنى أن يستمر إلى غاية الانطلاق الرسمي للمواجهة بحدود الساعة الثانية زوالا أجواء كبيرة وكبيرة جدا نحن وصلنا إلى هنا بحدود الساعة الثامنة والنصف من أمام الفندق كلا هناك البعض من أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفني للمنتخب الوطني أمام المدخل الرسمي للفندق أجواء كبيرة وكبيرة جدا نحن في انتظار الانطلاق الرسمي للمواجهة حتى ربما ندشن هذه الحملة بمعنويات مرتفعة أكيد ابتسام بعض من أنصار المنتخب الوطني هم الآن بجنبي سنحاول أخذ انطباعاتهم وأراءهم حول هذه المواجهة كادي الآن ساعات قبل الانطلاق الرسمي لكاس أمام إفريقيا المباراة الأولى للمنتخب الجزائري أمام سيرايون يعني كيف هي الأجوال اليوم؟ أسماء الخير والسلام عليكم دولة الجميع الجزائريين وخاصة للفريق الوطني وجمل بالماضي وزير السعادة شريكي شوف الوجه راح متفائل شوف الوجه متفائل شوف الوجه متفائل بإمني الله يربحوا اليوم إن شاء الله دوزيرة وطروازية وعلى بان البحشنا في التدريبات هذاك الأغرين طاو شوف الأخوة هذك اللي كرياها جمال بالماضي في اللعبين على بني بني كاع قاع قاع جميع اللعبين بالرنبلاصم باللحتين الفاتويت على بهم بني كاي الشعب خمسة واربعين مليون عمسنا فيهم بإمني الله غير بحق ويديروا أداء كما أقولك إن شاء الله جيد جدا أخويا فوز بكما أقولك بالنتيجة والمباركة وقوعاتك بكل صراحة بكل منطقية هل وقوعاتك النتيجة للمواجهة ثلاثة زر ثلاثة سر من توقيع؟ أنا أحب منتجح ما أنا أحب منتجح شبكة يا أبو نتجح أخو باركي أنا معاك والله غير أنا معاك بس أحل لازم تباركي أخويا وأكيد كانت فترة شك بالنسبة للمهاجم أبو نتجح نتمنى أن يدشين هذه المنافسة هذه المباراة بيتجل أكيد حتى نكسب ربما التقة التقة المهاجمة التي نحتاجها كثيرا في هذه الدورة منصر آخر هنا أمام الفندق ساعات قبل الانطلاق كيف شرح تتنقلوا أنتم الملعب هل ترافقوا الحافلة ترحوا خلفها ولا تسبقوهم الملعب كيف شرح صباح الخير لكم ولكل المشاهدين قناة النهار إلى كل شعب الجزائري نبعث لكم بتحية خاصة هنا من مدينة دولة إن شاء الله اليوم رأنا متفائلين بفوز الفريق الوطني وكما قلت لحنا ننتقلوا مع الفريق الوطني إلى الملعب هو يبعد مننا بحوالي 30 كيلومتر إن شاء الله رأنا متفائلين بالنتجة وبربي إن شاء الله اليوم يفرحونا اللاعبين والطاقم الفني ونحقونا ننتجة ربعا بسفر إن شاء الله زاد واحد ثلاثة سفر أرضى أرضى سفر إن شاء الله إن شاء الله يسجلوا إن شاء الله يعني أي اللاعبين يسجلوا المهم الفوز والفوز بنتجة تعطي تيقى لهذا المنتقى في المجالوة نعم وشكو تعدخولي على بونجاح بس أسليماني وجزائي مباريوتي شاك أفوصوتي جوزائي مباريوتي على بنا بالليبين الله هذه لكان بونجاح إن شاء الله يماركي يماركي ويولي المستوى التعوكي ما رأي يماركي في السد ويوخش إن شاء الله شوحنا الحاجة المليحة كو قاعلي جواري ماركي 20 يان 20 سليماني حتى بولحي يقدر يسجلوا بولحي يا ردي بولحي بولحي خوة حبيب هذا أرفض أرفض الكلام لكن أقول لازم لأخذ توقعات النتيجة أعطيني النتيجة 2 سير 2 سير شكو أن يسجل إن شاء الله بونجاح إن شاء الله بونجاح أكيد هو لا يهم من يسجل يهم أن المنتخب سيفوز وسيحقق الفوز المباراة حتى نتمكن بالعودة بهذا اللقب مرة ثانية إلى الجزائر ونسعد كل الجزائر وكل شعب الجزائر يبتسى من هنا هذه هي الأجواء هذا هو التقس أمام مقر إقامة المنتخب الوطني هنا في الدول لا أعلم إن كانت هناك أسئلة ابتساء زميلي محمد إذن كما نتابع التفاؤل وحماس كبير من الجماهير الجزائرية الحاضرة هناك دائما حاضرة لدعم المنتخب الوطني وهو معودون عليه في كل خرجات المنتخب الوطني بالعودة للمنتخب الوطني أيضا زمينا محمد هل هناك أي معلومات حول برنامج صباح للمنتخب الوطني قبل مبارته اليوم ومساء اليوم أمام منتخب سيرليون هل هناك حصة أو خرجة استرخائية لتخفيف الضغط على اللاعبين بالفعل ابتسام كما هو معمول به في النوادي أو المنتخبات أو كل الفرق يوم المباراة ليس هناك برنامج ربما مسطر أو مخصص أو خاص بهذا اليوم هو من المفروض أو من المطلوب أن يستيقظ اللاعبون أين في الوقت الذي يريدونه حتى يكونوا في أكثر راحة وأكثر قوة يعني الاستيقاث سيكون متأخر من النوم حتى ربما يكونوا بكل طاقتهم أثناء المواجهة يكون الإفطار وجبة الإفطار أمر أكي ثم الاجتماع مع الطاقم الفني بعدها التوجه مباشرة إلى ملعب جابوما الذي يبعد بحوالي 30 دقيقة من الفندق لذلك ليس هناك ربما برنامج مخصص لهذا اليوم هو الاستيقاث متى شاء وجبة الفطور الصباح بعدها توجه مباشرة إلى الفندق بعد اجتماع مسغر مع الطاقم الفني شكرا جزيلا لك زمين محمد قريشي سنعود لك في نشراتنا اللاحقة لأكثر التفاصيل حول المباراة التي ستجمع منتخبنا الوطني أمام منتخب سيراليون كنت معنا مباشرة من دولة شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين استكمالا لبناء النهار منصتكم الإشهارية اختار منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر إنستجرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا ترجمة نانسي قنقر